السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحيتي لكل الإخوة الشرفة داخل الجزائر وخارجها تحيتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات أردت أن أتحدث هذه المرة حول الظروف التي توفى فيها قيد صالح وحول الظروف التي تعيشها الجزائر لا سيما في ظل هذا الحرك وفي ظل هذه التجاذبات التي رأيها موجودة داخل الجزائر وخارجها كنت البارحة على الساعة منتصف الليل وخمسة واربعين دقيقة شرعت في مداخلة على المباشرة على موقع أنتع الفيسبوك وانقلتها فيما بعد الموقع أنتع اليوتيوب في القناة أنتعي ارتأيت هو أن نعود هذه المداخلة هكذا بالصوت حتى باش إن شاء الله يكون هناك تسلسل للأفكار لا سيما هو أنه كثير من الإخوة والأخوات سواء في الداخل ولا في الخارج يحبوهما الإختصار ويحبوهما أنه تكون هناك تسلسل في الأفكار إذن نعود نرجع للمداخلة اللي كنت أتحدثكم حولها للبارح أولا نترحمه على القايد صالح ربي يرحمه إن شاء الله هو ربي إن شاء الله يخفف عليه من العبء لا سيما هو أنه الحمل انتعو ثقيل حمل انتعو ثقيل بالمسؤولية الحمل الثقيل تعو بمساهمته في العشرية العشرية الدموية اللي عاشتها الجزائر الحمل انتعو ثقيل لأنه وراءه كان مسؤول في هذه المرحلة انتعد عشر شهر وإن أنه أجريت انتخابات لم تكن هذه الانتخابات بالشكل اللي كان يحوس عليه الشعب الجزائري وتعرفون نتائج انتع هذه الانتخابات التي أفرزت ستين بالمئة من المقاطعين بالأرقام اللي عطتها السلطة الحمل انتعو ثقيل لا سيما هو أنه كثير من الجزائريين والجزائريات اللي هما كانوا في الشوارع في الولايات المختلفة كانوا يعني يدعوا عليه لا شك هو أنه كهي الناس اللي راهم هما يدعوا له لا شك هو أنه راهم عنده ناس من المحبين لا شك هو أنه راهم عنده ناس سندوه وإن شاء الله نحاوله من خلال هذه المداخلة نتطرقه بعض المسائل ونتحدثه بموضوعية لا احنا نكذبه عليه ولا احنا نتفلسفه من الروس احنا نتحدثه على وقائع اللي راهم الناس تشوفها على أرض الواقع بطبيعة الحال كاي النس اللي هو ما ذرك تساعده هذه المداخلة لاسيما هو أنك أنت راك تنصيفهم وكاي النس اللي هو هما يضرء لأن الحقيقة هذه ما تخدمهمش كاي الي هو هذوك ربما ما تخدموش الحقيقة لأنه لا يستخدم العقل لنتهجían فقط العاطفة كاي الليل ما تخدموش الحقيقة لأن الحقيقة هذهك ذلرووا ، لاسيمامن بعض المتورطين في الدماء من بعض المتورطين في المأساة من بعض اللي هم المستفيدين من الوفاة انتعى قيد صالح يعني رغم هما حبين هما يحكموا السلطة أو هما حبين هما يظلوا الشعب الجزائري إلى غير ذلك إذن نبدأ إن شاء الله من خلال تساؤلات منطقية اللي يطرحها أي جزائري وجزائرية لا سيامة في ظل هذه الظروف تعرفوا من ناحية المنطقية ومن ناحية الموضوعية ومن ناحية العقلانية هو أنه كل جزائري وجزائرية راهوا عنده عينين يشوف بيهم عنده وذنين يسمع بيهم عنده لسان يذوق بيه عنده عقل يفكر بيه كل واحد مننا عنده درجة انتعى النظر وانتعى السمع وانتعى الذوق وانتعى التفكير بالتالي كل إنسان كيفاش هو راه يحكم على الأمور بالتالي كل إنسان كيفاش راه هو يستوعب الأمور الإنسان الذي يقرأ في الإبتداء ليس كما الإنسان الذي يقرأ من الجامعة الانسان الذي عايش في قرية نائية ويسمع فقط في قنوات فضائية ليس كما الإنسان الذي يقرأ من عدة مصادر المعلومة وبالتالي له درجة من الاستيعاب ودرجة من التفكير على جل باش هو يقدر يحلل الأمور إذن فالحكم على الأشياء يرجع للتصور انتع كل إنسان دقنا هذا القي صالح توفى وتعرفوا أنه شعب الجزائري ليست هذه المرة الأولى اللي راه يسمع فيها الوفاة انتع مسؤول من المسؤولين الكبار في الجزائر تعرفوا من أنه بومدي النربي رحمه قيل لنا من أنه توفى وفيما بعد اسمعنا من أنه تسمم قيل لنا من أنه عبان رمضان راه استشهد وفيما بعد سماع الشعب الجزائري من أنه راه تم إعدامه وكثير من الشخصيات السياسية بل حتى مواطنين عاديين في يوم من الأيام جاني غابط انتع شرطة في المدينة انتع بورج بوراريج وجاني على جلبش يحدثني على الابنون اللي كان هو راه يدير الخدمة العسكرية قال لي بللي قتلوه وقالوهم بللي راه انتحر من القطار والسيد كان مروح بيرميسيون كان مروح لدارهم وبالتالي ذرك هناك الكثير من الجرائم اللي حثت في الجزائر هناك الكثير من الاغتيالات السياسية اللي حثت في الجزائر بدون أن ينذق لنعدد لكم فقط هو أن أشير إلى بعض الأزمة اغتيال انتع حشاني وراه وما تفض عند الدونتست اغتيال كثير من الشخصيات السياسية اغتيال انتع بو ضياف اغتيال انتع قاصدين مرباح اغتيال انتع جيلعل يلياس اغتيال انتع واسمه اسماعيل يفسح اغتيال انتعจجد تليفيزيون اغتيال انتع بو سليماني اغتيال انتع مع طبل والناس اغتيالات كثيرة حدثت في الجزائر بالتالي ذرك حتى إذا كان ذكرها هذه الوفاة رأيها حثت بشكل طبيعي هناك ظروف اللي خلات ذرك هذا القيد صالح رأيه ذرك هو الناس تطرح علامات استفهام ومن بين العلامات استفهام كي الناس اللي رأيهم يدعون من أنه رأيهم هما يدافعوا إلى القيد صالح وهما برواحهم هما يثيرون في الشكوك ويكفي فقط هو أن أستدل بناس اللي هما يقولوا من أنه قيد صالح تعرضا إلى عدة محاولات الإغتيال ونجا منها وش معنى تها هذه فيما بعد نشوفه هنا من أنه ذرك هذا القيد صالح عنده خصوم عنده أعداء في الداخل وفي الخارج عنده خصوم سياسيين اللي رأيهم ذرك هما الآن رأيهم موجودين في الشارع رأيهم سمعتوني داءات انتاع القيد صالح كذا وكذا والمهم رأيكم سمعتوا من التخوين وسمعتوا كثير من المصطلحات اللي رأيهم موجودة في الشارع الجزائري هذا ما رأيش نبتكر فيها أنا من راسي بالإضافة إلى أنه عنده ناس اللي رأيهم ذرك هما في السجن عنده ناس اللي رأيهم ذرك هما من بين الاتهامات اللي رأيها تلحق فيهم هو أنه محاولة الانقلاب عنده ناس في الخارج اللي رأيهم ذرك هما من خلال التصريحات اللي رأيكم تسمعوا فيها هو أنه ناس قال هذا الخط هذا رأيهم ما يساعدهمش بالإضافة إلى أن هناك سراعات كما تحدثت إليها في تسجيلات سابقة سراعات كثيرة تعود إلى ما قبل الثورة وهذه السراعات رأيها ما زالها موجودة نلتقي مع قاية صالح في بعض الأشياء رغما عن أنوفنا بيجي اختيارا من عندنا رغما عن أنوفنا كينا بعض الأشياء اللي هي احنا رأيها محاسبين مع القاية صالح كونك فقط هو أنك رأيك تتحدث باللغة العربية رأيك محسوب عن القاية صالح ولهذا الناس لا يفرقون بين قاية صالح وعلي بالحاج لا يفرقون بين قاية صالح وعب العزيز بالخادم لا يفرقون بين قاية صالح وبالعياط لا يفرقون بين قاية صالح وكثير من الشخصيات أحمد طالب الإبراهيمي وحمروش كونه أنك رأيك تتحدث باللغة العربية رأيك محسوب على فئة معينة ودونه أنه نظل دخل في التفاصيل كين هناك أسئلة طرحتها أنا البارح ونعود هو أن نذكر بها ذرك هذا لما سمعناه الخبر تاعة الوفاة من تاعة قاية صالح وكنت في ذلك الوقت أنا يعني صهرت إلى وقت آخر من الليل اتصل بي قال لي يا بابا قال لي بلي راني سمعت بلي راه قاية صالح راه وتوفى وراهم كثير من الصفحات راه يتحدث عليها راه وتحدث عليها فلان وراه وتحدث عليها فلان وراه وتحدث عليها فلان أنا مباشرة كنت يعني إذاك وانستفقت من النوم مباشرة قتلوا أنا قتلوا جبل يربي بلي قتله هذي مش وفاة طبيعية ومبعد قتلوا صبرني كنت نشوف ترى الأخبار ونشوف ترى كيفاش بطبيعة الحال فيما بعد أنا بديت نخدم في راسي بديت نطرح في أسئلة لأن الأسئلة هذي منطقية ما نيش نطرح فيها هكذاك برك أسئلة منطقية أو أي إنسان ذكراه هو يبحث عن الحقيقة أراه هو يطرح هذه الأسئلة وإحنا ذك لما رأنا نطرح في هذه الأسئلة نحوسوا على إجابات قضية أنك أنت اللي أنت تتهم الناس هذه أنت حب تدير فتنة وهك أنت حبك ذا وهذه يراه كلام فارغ أسئلة ذكراها موضعية الإنسان يطرحها أول شي هو أنه التاريخ تاريخ أنتع الوفاة أنتعه تاريخ أنتع الوفاة أنتعه من بعد أنا كان الناس اللي يتصلوا بي وعطوني معلومات تاريخ أنتع الوفاة أنتعه الشي اللي أنا سمعته من خلال المعلومات اللي جاتني هو أنه لم يكن يوم تاريخ ثلاثة وعشرين وإنما كان يوم ثلاثة وعشرين هذه المعلومات أنا اللي وصلتني معنتها هو أنه لما رأه ذرك هو توفى يوم ثلاثة وعشرين أول شي هو أنه نطرح على السؤال أعلاش يوم ثلاثة وعشرين يوم ثلاثة وعشرين هو اليوم اللي أعلنا فيه أنتع المسيرات هذي وانتع هذا الحرك هذا السؤال اللي أول إذا كان قلنا يوم 23 يوم 23 هو اليوم اللي توفى فيه أيت أحمد ربي يرحمهم فيه اثنين أنا نترحم على الناس المسلمين كامل حتى الناس اللي أخطأوا حتى الناس اللي ارتكبوا جرائم وربي الحاسب انتهم ما كانش إنسان اللي راه يحاسب الناس وراه على باله ما تخفيه الصدور غير ربي ربي اللي راه هو يحاسب الناس ربي هو اللي يراه على باله بكل كبيرة وسغيرة وربي هو اللي يتولى السرائر الانسان هو اللي يحب يعاقب واللي يحب دخله للجنة احنا رأنا فقط نتحدثه كون هو انه رأنا التكوين بهذه المأساة التكوين بهذه الازمات وحبين احنا يكون هناك مخرج في الجزائر اذا هناك اسئلة عديدة اول شي هو انه تاريخ ثاني شي هو انه القيد صالح هذا كان اعلن على تاريخ انتع الانتخابات وكان مصرع لجلب اش هو انه يكون تكون الانتخابات في الموعد انتاعها وبالتالي من الناحية المنطقية هذاك لما هو مات واجريت الانتخابات بطبيعة الحال تبقى بين القوسين في الموعد انتاعها مات فيما بعدها لماذا؟ فيما بعد شفنا هذا ذرك تبون لما داروا هذه الاستيلام منتع المهام وانتع الادا اليمين الدستورية هذاك بين القوسين فيما بعد شفنا من انه هذا تبون في الخطاب انتاعه وقال باللي اا يقدم له هذاك الويسام انتاع الصدر بشكل استثنائي مع انت انه لم يكن مبرمج وقدموا له هذاك الويسام يا هل ترادوك هذاك الويسام كان هو اخر شيء بالنسبة للقايد بمعنى انه على جل بش يخرج هناك علامات استفهم ذرك فيما بعد جات هذه الزيارة اللي دارها هو عبد المجيد تبون المعرض وانه كانت فيه عديد المنتجات وكان الجناح العسكري تم تغييب القايد صالح ما كانش حاضر واي انسان اللي قلنا باللي راهه كان حاضر يتفضل وبالتالي احنا من حقناه هو انه نطرح اسئلة ذرك بعد ما تم الاعلان انتاع الوفاة انتاعه تم الاعلان انتاع الوفاة انتاعه في صفحات انتاع الفيسبوك وفيما بعد هناك العديد بطبيعة الحال كي الناس اللي راههم ذرك صحفيين يخدموا في قناة فضائية ربما راهوا جاهم الاخبر وقبل هما ما ينشروا هذك الاخبر كانت فيه تحذيرات وكانت فيه تهيئة انتفهموا احنا هذي الامور راههم ذركهما اعلنوا هذك الخبر في صفحات انتاع الفيسبوك لا سيما هو انه الفيسبوك لا يتطلب على جل باش انتاع تحرر والله كذا انتا مباشرة تنشر السرعة والناس تحب السرعة فيما بعد ذرك الناس ما عندها شئة الثقافة هذي ذرك احنا متعودين هو انه لما يقول لك واحد راههم نقلوه على جناح السرعة واسمه المستشفى العسكري تاعين الناجة تفهم انتها فيما بعد ممكن باللي راه هناك تهيئة يبدو هما يتحركوا للمقبرة انت على عليا تفهم لكن انظرك انت مع هذة تكنولوجيا الجديدة انت في الفيسبوك مباشرة لما يبدأ يسمع الاخبر ويبدأ يمشي كمتا عارفوا اللغة انت في الشارع كيفاش من واحد الواحد من قهوة القهوة من جامع الجامع من كذا والناس بدأ تناقل في هذيك الاخبار والناس تطرح علامات استفهم ليش في التلفازة ما زال مع النهاش سبحان الله أنا نعرف الفولان نعرف الضابط الفولاني نعرف كذا نعرف كذا نعرف صحفي الفلاني لحنا نعرف واحد راه يخدم في عين نعجة نعرف واحد راه يخدم في التلفازة نعرف كذا تعرفوا اللغة هذه يعني وبالتالي يذرك الجزائريين والجزائية يترهم هما كانوا متحيرين على مصير الجزائر وكانوا هما يطرحوا في علامات استفهم وبالتالي انتم هذوك لما الانسان راه يطرح في علامات استفهم ما يجيش واحد انه يبدأ يستبغل هكذا ويبدأ يستحمر في الناس ومع ذراع مرات على مرات هو انه الانسان يستعمل بعض المصطلحات لانه كين بعض من الناس لو كان ما تضربوش للراس هكذا ما يفطنش خدم راسك يا صاحبي من بين الاسئلة ايضا اللي هي مطروحة بعد ما تحدثنا على التاريخ بعد ما تحدثنا على الانتخابات بعد ما تحدثنا على الزيارة انت عبد المجيد تبون وعلى الاعلان انتاع الوفاة انتاعه فيما بعد تم تعيين هذا شنقريحا تم تعيين هذا انتاع شنقريحا فيما بعد قالك بلي بشكل مؤقت مع انت انه بشكل مؤقت قادرين ما يكونش هذا شنقريحا في الحكومة الجديدة والمنصب هذا انتع نائب وزير الدفاع قادرين يكونوا الغاوة من اجل اعادة الوضع كما كان من قبل في وقت بوتفليقة لما كان يمشي بالتالي ذرك على بالهم باللي هذا المنصب انتع نائب وزير الدفاع اراهم ذرك هذو الناس اللي يراهم في السلطة الحالية اراهوا شكل لهم يعني متاعب كثيرا وبالتالي ذرك هما حبين على جلبه يلغيوه وهذه الايام راح تؤكد الكلام هذي اللي راني نقول فيها انا والله راح تنفيه الايام وبيننا ذرك هذا القايد صالح اراهوا كان مساهم بشكل مباشر في الخلع انت عبوتفليقة وتعرفوا من انه ذرك هذا القايد صالح اراهوا ذرك هو كان مساهم في هذه العهدى الرابعة ما انتحدثوش على العهدات الولين مساهم بشكل يعني مباشر في العهدى الرابعة ورانا تحدثنا على هذه المسألة وقلنا لحسابات استراتيجية راها تبينت فيما بعد ذرك راهم ناس يقول لك باللي راها كين فيه قيادة والقايد صالح راهم مش وحده وبالتالي راهم كين هناك ضباط وراهم هما يصهرون على المصلحة انتاء البلاد وكذا بالتالي ذرك هذا ذرك راهم قايد صالح راهم محسوب على فريق وذرك هذو اللي جماعة اللي راهم ذرك هما في السجن راهم الخصوم انتعه بالتالي ذرك كين ناس اللي راهم هما مستفيدين من الوفاة انتعه قايد صالح سواء كان بشكل طبيعي او كان بشكل غير طبيعي راهم ناس مستفيدين كين ناس الخصوم انتعه اللي راهم مستفيدين في الداخل وفي الخارج من الوفاة انتعه لانه الوفاة انتعه راها كانت صانعت لهم حاجز وبالتالي ذرك هذاك الحاجز راهم راهم قادرين ذرك هذا الناس اللي راهم في الدولة العميقة من خلال الضباط اللي راهم موجودين في المؤسسة العسكرية من خلال الاحزاب السياسية من خلال وسائل الاعلام في الداخل وفي الخارج راهم قادرين هما يتحركوا قادرين يخلقوا وضعوا واحد اخر الناس اللي راهم ذرك هما المحيطين به ايضا قادرين هما يفرضوا واقع واحد اخر لا سيما هو انه ذرك راهم توفى القايد صالح عامة الشعب كان الناس اللي راهم ذركوا ما كانوا يدعيوا اليه وكان بطبيعة الحال الناس اللي راهم يدعيوا له وبالتالي كان الناس اللي راهم ذركوا ما استعراحوا من وفاة القايد صالح انا رانيش خصف الامور وراني نصف فيها كان ربما بعض النقاط انتهى الالتقاء واننا نلتقي وكان بعض الاشياء اللي كما قلت لكم احنا رانا محسوبين على هذا التيار تيار العربي المسلم في الجزائر رانا محسوبين عليه شيئنا ام ابينا رانا محسوبين حتى الناس اللي انتم لوك راكم تشوفوا فيهم انتوما الناس معارضين وناس راهم ذرك هما من الخصوم من تعلق القيد صالح ونعطيكم حتى بعض الاسماء ذرك هذا واسمه مثلا زيتوت زيتوت راهم محسوبين على التيار المعرب حب ولا كره والناس اللي راهم ذرك هما الخصوم راهم ذرك هما حاطينه مثل شوشان مثل انا ومثل القيد صالح حاطينه في صف واحد لا يفرقون بين قيد صالح وبيني ولا يفرقون بين شوشان وزيتوت ولا يفرقون بين علي بالحاج وقيد صالح ما يفرقوش بيناتهم فهمتوا فهمتوا المسألة كيف راه راها مطروحة بهذا الشكل بطبيعة الحال كين هناك شباب مع الأسف الشديد اللي هما يمشوا بالعاطفة ما يستخدموش العقل انتاحهم الناس اللي هما ما مش فاهمين الأزمة ما مش عارفين الجذور انتاح هذه الأزمة ما مش عارفين الخلفية اللي راها هي تتحكم في الناس وبالتالي كثير من المعطيات اللي هي غايبة عليهم راكم شفتوا التصريح انتاح خالد نزار خالد نزار وين أنه راه هو تحدث وراه كان يعني يدعو إلى انقلاب راها التسجيلات راها موجودة وراها منشورة في الموقع انتاح اليوتيوب التسجيلات اللي انشرها بنصديرها عاشية الإعلان على الوافاة انتاح قايت صالح راكم شفتوا التسجيل اللي دارو بنصديرها على الساعة الثانية صباحا وين أنه يتحدث على منشور ويقول من أنه سري ومن أنه راهم بأثوه له وراهم نوضوه من أنه مندعو وكان يتحدث على قايت صالح احنا درك هذه الأسئلة كلها احنا نطرحها بطبيعة الحال درك ما يجيش أنا واحد درك أنا يقول لي باللي راها المسألة هاك ذاك يعني ما تلقايت صالح وروح ماركي في الحيط ومشي يا أخي لا لا أنا نستخدم عقلي حب هو أنه أنا نطرح أسئلة لجل باش أنا نلقى إجابات وراكم شفتوا درك إذا كان قلنا بهذا المنطق هذا اللي راهم يقولوا فيه بعض الناس من أنه راها هناك سكتة قلبية يا صاحبي درك وقلوا باللي راهم سيد راهم كان مريض وراهم نصحوه الأطباء لجل باش هو يجي يدير أباراي وباش يخرج هو للخارج وراه كان عنده تصلب في العرق ومتاع القلب انتاعه وكذا 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 يا صاحبي إذا كان هذا السيد هذا راهم مريض علش يروح يدير هو درك مناورات عسكرية في درجة تحرارة وانه راها فاقة الأربعين ولا ربما راها فاقة الخمسين في بعض المناطق من بينها تمراصة ومن بينها بسكرة ومن بينها يعني مناطق في الصحراء لماذا إذا كان درك هذا الإنسان هذا ذكره مريض وراه درك هو تجاوز السن يعني انتاع التقاعد علش راه درك هو يحاكم هذا المنصب هذا خلي يا سيدي قال راها ذوك الظروف الظروف راها قالت حتى متى على جلباش درك يكون هذا الفريق ولكن درك احنا ماذا بنا على جلباش نشوفه قائد أركان جامعي قائد أركان اللي هو ما يجوزش ستين سنة قائد أركان اللي هو راه عنده هو هذا القابلية انتاع التغيير قائد أركان اللي هو يفهم الجنود يفهم هذا الاحتياطيين قائد أركان اللي راه يفهم التكنولوجيا الجديدة يفهم الأنترنت يفهم العقلية انتاع الشباب قائد أركان اللي راه درك هو متخرج من المدرسة الوطنية قائد أركان اللي هو مش متورط في الدماء قائد أركان اللي هو يفهم هذا الضباط يفهم العقلية انتاع الشباب قائد أركان اللي هو يؤمن بهذه الدولة المدنية يؤمن بالجيش المحترف إلى غير ذلك من الأشياء اللي المواطن الجزائري في العموم راه هو يحوس عليها ذرك حنا بعد ما طرحنا هذه الأسئلة كأن هناك ذرك واقع جديد راهو ذرك هو التفرض علينا أنا منيش من نوع هذك اللي هو يهمل الواقع نحاول هو أنه أنا نركز على الواقع هذا ذرك راهو ذرك توفى هذا القيد صالح ربي يرحموه سواء في ظروف طبيعية أو في ظروف غير طبيعية المهم هناك واقع جديد حنا نتعاملو معه ذرك راهو أعطيت الفرصة راكم تقولوا باللي ذرك هذا عبد المجيد تبون راهو منتخب رغم أنه 60% من خلال المعلومات الرسمية اللي انتم راكم أعلنتموها ما راهيش معه والآن راكم شفتوا هذا ذرك هذا وشرفي راهو أعلنها بالصوت وبالصورة من أنه القيد صالح هو اللي عينه وبالتالي ذرك هذا الناس اللي راهم كانوا هم يتشدقوا من أنه راها كاينة لجنة مستقلة وراها كاينة انتخابات نازيها خلاص يعني من تاريخ اليوم المفترض هو أنه ما زيدش يعودوا وشاركوا فهمهم بالتالي ذرك ما يجيش واحد ذرك هو أنه يستغبينا أو يستحمرنا راكم لاحظتوا ذرك من خلال الإعلان نتاع الوفاة نتاع القيد صالح هناك استغلال سياسي بشع هناك القنوات الرسمية والقنوات هذه ما يسمى بالخاصة 24 على 24 وهي تتحدث على قيد صالح تحدث عليها أكثر من رئيس جمهورية وبطبيعة الحال فيما بعد راحوا وذركهما جندوا ناس في ولايات مختلفة وحركوهم وراكم شفتهم الناس اللي راهم عايشين في الولايات راهم حتى كيني الناس منهم اللي كانوا هما موجودين في الأسابيع الأولى انتع الحرك لأنهما كانوا مخترقين الحرك وكانوا حبينهما أنه يوظفوا الحرك فيما بعد لما انسحبوا اعتقادا من أنهم راهم يقضيوا على الحرك بقى الحرك مستمر طيلة هذه الأشهر فيما بعد بعد ما كانوا معنيين بعض الصاحات بعد ما كانوا هما يعتقلوا في الناس وبعد ما كانوا هما يمنعوا في المداخل نتاع العاصمة فتحوا المداخل نتاع العاصمة فتحوا الساحات وخلاوا ناس تتنقل من ولايات مختلفة بل حتى وفروا لهم النقل ووفروا لهم المبيت وفيما بعد جاءوا وحذروا لهذه الجنازة وأعداد كثيرة حطوهم هما على جلبش يكونوا يجمعوا تولي الجمع الكبير قالوا لهم بللي الجمع الكبير هذكرها رايحة تقام الصلاة نتاع الجنازة ثم بالتالي هما تم استغلالهم كانوا هما يحوسوا إلى جلبش هما يديروا مشهد والمشهد هذا مثل ما قلت لكم في المداخلة السابقة المشهد هذا كان موجه للخارج من أجل قالوا ديره وشعب رأهم على القيد صالح وفيما بعد الأغلبية من هذوك الناس اللي هما حذروا أمام المسجد الكبير فيما بعد ما حذروش للجنازة وبالتالي ضعت لهم الجنازة والناس اللي رأهم كانوا هما أمام الجامع الكبير رأهم على بالهم كثير من الناس اللي هما جاوا اعتقادا من أنهم رأهم رايحين يشاركوا في الجنازة يعني بالمعنى هو أنه رأهم يروحوا للمقبرة نتاع العالية وتعرفوا المسافة بين المقبرة نتاع العالية والمسجد الكبير وبالتالي ما قدروش في ظل هذه الزحم هذه اللي موجودة في الطريق ما قدروش هما أنه يروحوا ويوصلوا ويحضروا للجنازة في المقبرة نتاع العالية إذن كان هناك استغلال سياسي بطبيعة الحال ذرك الناس اللي رأهم ذرك هما من الخصوم من تاع القيد صالح والله من المعارضين للنظام بطبيعة الحال هما ذكرى هاجات هذه الفرصة من أجل علاج الباش هما يرفعوا المطالب انتاعهم أو من أجل علاج الباش أيضا هما يحاولوا علاج الباش يفرضوا واقع على هذه السلطة اللي رأها هي تستعمل في عام للوقت وتستعمل في سياسة الهرب إلى الأمام ذكرى هاجات الفرصة لعبد المجيد تبون والناس هذول اللي رأهم ضايرين به إذا افترضنا من أنه ذرك هذا عبد المجيد تبون راهو ذرك هو كان محسوب على القيد صالح القيد صالح راه ذكر إذا كان هذه المجموعة اللي رأهم ذرك هما مع قيد صالح إذا كان راهو ماشين هما في هذا الخط اللي راهو ذرك هو أعلنوا عبد المجيد تبون في الخطابات انتاعوا أعلنوا في التأهودات انتاعوا ضكحنا كجزائريين نحاوسوا على جلبة يكون هناك مخرج حقيقي هو أننا نبني الدولة التي لا تزول بزوال الرجال يروح القيد صالح والله يروح تبون والله يروح بوتفلقة والله يروح أي شخص واحد آخر ولكن تبقى المؤسسات تنتعي الدولة وهذه المؤسسات تنتعي الدولة لا تبنى بالكذب لا تبنى بسياسة المراوغة لا تبنى بالخداع لا تبنى بالوعود وإنما تبنى على أسوص صحيحة وهذا هو الشيء الذي ذكرنا منذ سنوات ونحن نناظر من أجله نحاوسوا إلى جلبة تبنى دولة مؤسسات ومؤسسات شرعية نابعة من إرادة حقيقية من طرف الشعب هذه المؤسسات لا تبنى هكذا بين عاشية وضحاها ذلك جاءت الفرصة لهذا القيادة تنتعي الجيش الجديدة جاءت فرصة لعبد المجيد تبون جاءت فرصة لهذا المعارضة جاءت فرصة لهذا الحراكة إلى جلبة نحن نبني وهذه الجزائر الجديدة التي كانوا يحلم بها الشهادة كانوا يحلم بها المجاهدين الأخيار والمجاهدين الشرفاء والمجاهدين الأطهار يحلم بها كل المنصفين كل المحبين للجزائر كل الأصدقاء كل الإخوة التي رأتها تربطهم علاقة بالجزائريين والجزائريات إذن جاءت هذه الفرصة التاريخية لا يجب أن تضيعها يا سيدي فلنجعل انطلاقة جديدة هو أنه مثل ما قلت لكم أنا في تسجيلات منذ سنوات وفي كتابات رأها موثقة منشورة هو أنه يكون هناك مؤتمر في الداخل وفي الخارج بمشاركة الجميع دون إقصاء وننهض بالجزائر دولة وشعبا ذرك هذا الناس اللي رأهم ذلك في الحراكة ذرك غدوة تشوفوا غدوة تشوفوا غدوة يوم سبعة وعشرين تشوفوا الحراكة في مختلف الولايات في الجزائر العاصمة في عنابة في قسنطينة في عدد من الولايات اللي تشوفوا في هالحراك وتشوفوا من أنه يا هل ترى ذكر أنا أراه هناك شعبين من المستحيل الشعب واحد لكن هناك رؤى مختلفة هناك مشاريع مختلفة كأن هناك نقاط التقاء كأن الناس اللي رأهم لك هما داخل الحراك ولكن ذكره غاظهم هذا واسمه القايد صالح رأهم ذلك هما في الحراكة يسعوا من أجل الجل باش يكون هناك تغيير ولكن ما يحبوش الشر لا للقايد صالح ولا غيره ولكن في المقابل كاي الناس اللي هما رأهم خصوم انتعوا رأهم موجودين حتى إذا كان مشاركوش في الحراكة كاي الناس دور كاللي رأهم ذلك هما يستغلوا في الأوضاع من بينهم هذه الدولة العميقة اللي أنا حذرت ما زالها رأها ذلك هي تشتغل في الداخل وفي الخارج فيها ناس رأها داخل الإحزاب فيها ناس داخل القنوات الفضائية فيها ناس في الداخل فيها ناس في الخارج رأهم ذلك هما يستغلوا في هذه الأوضاع من أجل إعادة الأمور إلى المربع الأول جاءت هذه الفرصة التاريخية على الشرفاء في الداخل وفي الخارج هو أنه يتجمعوا من أجل على جلباش يبعثوا الجزائر إلى الأمام يبعثوا الجزائر على جلباش تنهض تنهض نهضة حقيقية نهضة شاملة في كل قطاعات تنهض الجزائر على كل الصعود وبالتالي يذرك هذا الحرك هو رايح يزيد يستمر ولكن الآن الآن الأوان على جلباش هذا الحرك يبرز وجوه اللي هي ما يش من النوع هذا كل يسوم ما يش من النوع هذا كل يبيع المباد انتعوا بعرض من الدنيا ما يش من النوع هذا كل يوم يعني يطولوا في قناة فضائية تستظيفوا في حوار والله هذيك يصير يحسف رحو باللي راه الموند راه وكامل تحت يديه وفيما بعد هو يصير يحسف رحو باللي راه هو يصير في الشعب ناس اللي معروفين بالنظال انتعهم معروفين بالكلمة انتع الحق معروفين بالمبادئ انتهم معروفين باللي يحوسوا إلى المصلح انتع البلاد وراكم تعرفوه من خلال المتابع انتع النشاطات تعرفوه من خلال المسير انتع كل إنسان سواء في الداخل ولا في الخارج تعرفوهم رهم ناس اللي رهم موجودين داخل هذا الحراك رهم يمشيوا معاكم في التجمعات ووراكم تتلاقوا بهم ووراكم تتحدثوا بهم وتعرفون الناس على الحقيقة مش هي الناس اللي رامدركم يحبين يفرضوهم من خلال الاستضافة انتاهم في قنوات فضائية من أجل توجيه الناس ومن أجل فرض واقع على الشعب الجزائري أتمنى هو أنه راني أفدتكم بهذه المداخلة إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة